موسيقى طابة مساعكم في غمرة الأحداث التي تشهدها المنطقة والثورات الشعبية في العالم العربي والتداعيات الحاصلة غابت تفاصيل كثيرة عن المشهد الإعلامي وبالتالي عن مساحة إيصال المعرفة مساحة إيصال المعلومة للجمهور الواسع ارتباطا بهذه الثورات وما يجري فيها ومن ضمن هذه المسببات التي تم تغييبها هو التدخلات الخارجية وهي الآن في حراك ملموس وبالذات في سوريا وكذلك دور الإعلام في التغطية الحاصلة وهل هذا الإعلام هو إعلام محايد أم عمليا هو يساهم في تحريك شيئا ما لأهداف أيضا خارجية وأيضا قضية المشاركة في هذه الثورات المشاركة الشعبية والمشاركة القوية من قبل النساء وهو موضوع أيضا جرى تغييبه في الإعلام العربي بشكل عام حول هذه الموضوع وموضوع أخرى سنتحدث في هذه الحلقة مع دكتور رائف زريك محاضر أكاديمي وعيدة تومة رئيسة تحرير صحيفة الاتحاد أولا دكتور رائف هناك شيء غير مفهوم فيما يجري بالذات في سوريا وارتباطنا بكل التدخلات الخارجية يبدو أن المشهد السوري لا يجري ضمن ثورة داخلية أو ضمن تحرك شعبي داخلي إن هناك أيضا جهات خارجية لها مصلحة فيما يجري في سوريا يعني هذول أمرين مختلفين كونه في جهات خارجية لها مصلحة أنا برأيها هذه حقيقة وهذا صحيح في كل ثورة تحصل في العالم هناك جهات خارجية لها مصلحة كان لأمريكا مصلحة لما حدثها في تشكسلوفاكيا وكان لها ماذا حصل في الصين وماذا حصل في رومانيا وماذا حصل في بلغاريا وجود جهات خارجية لها مصلحة هذا لا ينفي أن الحراك هو حراك شعبي وأصيل وأنه يعبر عن حاجة ماسة لدى الشعب والطوق للحرية والعدالة الاجتماعية لا ينتظر تدخلات أجنبية قد يحصل هناك أن توجد مصلحة للشعب بإسقاط النظام ولا دول أجنبية أخرى مصلحة في إسقاط النظام هذا تقاطع عرضي ليس تقاطع بالضرورة بمعنى أن قد تكون لحظة هناك تاريخية توجد مجموعتان مختلفتان ولأسباب مختلفة معنية بتغيير النظام الشعب السوري معنى بتنفس هواء الحرية لأنه ضاق ذرعا بالنظام وهو بهذا المعنى يريد تغيير طابع الاستبدادي للنظام وأمريكا قد تكون معنية أنا أقول قد تكون معنية أنا برأي أمريكا لم تحسم أمرها وإسرائيل لم تحسم أمرها إذا كانت معنية بتغيير النظام لكن قد تكون أمريكا معنية بتغيير النظام ليس لأنه استبدادي بل هي قد تكون معنية ببقائه لأنه استبدادي قد تكون معنية بتغييره لأنه لا يندرج تماما خلينا نقول مش لا يندرج لا يندرج تماما ضمن السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط ولأنه له بقايا طابع مواجهة مع إسرائيل أسباب مختلفة لمن يريدون تغيير النظام تلتقي في نقطة معينة هذا ليس سببا لا لتخوين الحراك الشعبي ولا للانتقاص من أصالته ولا يوجد شخص أو مجموعة أو جماهير بكاملها تخرج بهذه الشجاعة أنا أقول بهذه البسالة بتواجه دبابات بصدرها تلبية لرغبة أمريكية لا يعني دكتور أفم لا يوجد أحد هنا يخون الحراك الشعبي الحراك الشعبي يعني يجب الفصل برأي عيدة بين الحراك الشعبي هذا وبين تدخلات خارجية يعني نحن لا نتحدث فقط عن مصالح إنما هناك تدخل مباشر وهناك يجري حديث عن أموال ملايين تصرف توزع جهات خارجية تدعم أيضا جهات داخل سوريا يا عزيزي قبل ما تحكي بتأسف أنا يعني بما أنك فتحت موضوع الدعم الدعم الأول اللي إيجا للنظام السوري هو من النظام السعودي 120 مليون دولار دفعوهن لقمع الثورة يعني بلاش ما نفكر أنه كل العالم بس منصب لأنه بده يزيل النظام السعودي إذا فيه تدخل عربي لحد اليوم هو تدخل لصالح النظام مش تدخل ضد النظام خلينا ولكن يعني ضمن هذا السياق لا بالعكس يعني ضمن هذا السياق الإعلام يعني ما نشهده عايدا وإنت رئيس تحرير جريدة الاتحاد ما نشهده ضمن فضائيات هو يعني هناك من يقول أن هذا ليس إعلاما محايدا لا يلتزم المهنية وهناك توجه خاص لضرب النظام السوري يعني أنا أعتقد أنه في الفترة الأخيرة أثبت أنه الكثير من الفضائيات لا تعمل في يعني جو مهني خالص بمفهوم النزاهة وبمفهوم الرغبة الصحفية في كشف الحقيقة إنما جزء من هذه الفضائيات ومن أكبر هذه الفضائيات اللي مدعومة من أنظمة اللي جميعنا نعرف أن لديها اهتمامات ومصالح في المنطقة وترعى هذه المصالح بشكل أو بآخر لكن أنا أعتقد أيضا أنه حقيقة كون النظام في سوريا أيضا يغلق الطريق أمام أي إمكانية لصحافة في الدخول بشكل حقيقي لأرض الواقع وفحص الأمر يتيح المجال بشكل أكبر أحيانا لتزوير أو لعرض صورة من جانب واحد يعني بمعنى أنه اليوم يعتمد الكثير من الفضائيات على صور منقولة من الهاتف المحمول لأشخاص موجودين في منطقة محددة يعني حتى بعد هذه الصور يعني جرى الحديث عنها أنها صور مثلا من تونس وعرضت في الشاشات على أنها صور من سوريا يعني جرى الحديث لكن أنا لا أعتقد أنه يمكن أن يصل التزوير إلى هذا الحد يعني التضاريس وطبيعة الناس وطريقة البناء في سوريا مختلفة أيضا عن تونس يجب فحص هذه الأمور بدقة لكن من الواضح بأنه الإعلام يركز على ما يجري في سوريا من الواضح أنه عدة أطراف خارجية تريد التدخل بما يجري في سوريا وليس فقط باتجاه واحد يعني هناك عدة اتجاهات لأطراف خارجية هناك من يتدخل لدعم النظام وهناك من يتدخل لأكثر إثارة الحركة الشعبية بشكل أن تأخذ من أكبر ولكن أود التأكيد فقط أن كل التدخلات الأجنبية كانت بالإمكان بالفعل لو عملت تحرك الشعبي بقليل من الذكاء وبالاحتكام لأفعال السياسية وللتحركات السياسية من النظام كان من الممكن احتواء الكثير أو التصدي بشكل أفضل لأي تدخل أجنب ولكن رائف ما جرى في البداية من الثورة في مصر واضح أن العالم كله تفاجأ بهذه الثورة لم يتوقعها أصلا لا الاستشراك الأمريكي ولا الاستشراك الإسرائيلي ولا أي استشراك غربي آخر الآن الصورة مختلفة بأي معنى أن هناك من يقول أنه مساهمة حتى من الولايات المتحدة في ضرب النظام السوري في المساهمة في دعم الناس من جوا وطبعا نحن لا نتحدث عن عقلية المؤامرة ولا نخون المتظاهرين وما إلى ذلك هناك فصل كامل بين من ينزل من يتحرك في الشارع وبين جهات أخرى تدعم تدفع بهذا الاتجاه هذه الصورة ليست موجودة بالذات مع سوريا هناك حتى حالة بلبلة داخل الناس نفسها الناس نفسها ليست قادرة تأخذ موقف محدد مما يجري في سوريا وهذا ليس صدفة أنا أعتقد أنه في الإمكانية أنك توغل في نظرية الدعم الخارجي لدرجة أنك توصل لاقتراح الشرق الأوسط الجديد والفوضى الخلاقة وكل هاي الاعتبارات بأنه الآن نحن نرى ثمار ما استثمرته أمريكا في خططها السابقة بالإمكان نحن حتى أن نوصل لهناك لكن أنا أعتقد لو الشعوب لم تكن تتوق للحرية لو الشعوب لم تعاني من الاستبداد لو الشعوب عاشك في رفاهية ورغد حياة وملكة حرية الكلمة وحرية التصرف وحرية التنظم ما كانت لا تهب بهذه الطريقة لا يمكن الاستخفاف أن الناس في حاجة كانت أن تتحرك بعد سنوات طويلة من الاستبداد وأنا أعتقد كون أصلا هذه التحركات أو هذه الثورات أخذت أشكال مختلفة في دول مختلفة يدل على أنه هي مطبوعة أكثر بالطابع المحلي أكثر مما هي أي تدخل يعني طابع الثورة في تونس مختلف عن طابع الثورة وما نتج عنها مختلف عن ما نتج في مصر ومختلف عن ما قد ينتج في ليبيا للأسف اللي وقعوا الثوار في أول فخ من استعمال الأسلحة واستدعوا التدخل الأجنبي النتيجة هناك أنا برأي ستكون مختلفة تماما عن تونس عن مصر لأنه هي مطبوعة أكثر برغبات الشعوب أكثر مما هي بأي شيء آخر في اللحظة اللي يدخل التدخل الأجنبي بشكل الفضل كما حدث في ليبيا يعني بأنه حلف الأطلسي وقوات أمريكية بدأت تضرب وبدأت تقصف وبدأت تتدخل بهذا الشكل النتيجة ممكن تكون بالفعل احتواء كامل للثورة وخلق واقع جديد في ليبيا وقد يكون في المنطقة لكن رائف يعني لا تخشى أنه كل ما يجري الآن أو جزء منه أنه هناك بناء أو سياغة شرق أوسط أمريكي جديد اللي بتدوش يخاف ما يشتغلش بالسياسة السياسة هي ضرب من المراهنة وبالتالي أنا سأتغلب على نوع من الحساسية اللي أنت تعبر عنها ويعبر عنها الكثيريون وهي أنه نحن من حيث لا ندري نصب في نهاية الأمر بمخطط اللي إحنا مش غادرين نسيطر عليه أنا برأي يجب التحرر من هذا الفكر الغائي بمعنى الغاية يعني هناك كثير من الأمور أنت تناضل من أجلها وأحياناً اللي بيصير لما فيه حراك يعني أنا لو أني أنا مخطط بالسياسة الخارجية الأمريكية بطلع على اللعبة كالتالي من ناحية التفكير البارد للمصالح أنا عندي نظام شوي معني فيه شوي مش معني فيه أنا معني بإحداث حالي من الغليان داخل سوريا ليش؟ مش لأنه ضد النظام أو مع النظام ما فيه صديقه عدوه في السياسة الخارجية أنا يعني بكنت براهن على أنه استعمال خطاب حقوق الإنسان من أجل إرباك النظام السوري إدانته في الأمم المتحدة إحداث عقوبات استصدار قرارات عقوبات عليه من أجل الحصول منه على مقابل آخر سياسي أنا مثلاً ما بستغرب أنا بفرق عنك خلينا أقول لك أنا ما في عندي سنتيمينز للنظام السوري ولا أعول عليه بأي شيء ولا أعتقد أنه سد مني أمام السياسة الأمريكية في الشرق الموسط أنا ما أعتقد وبالتالي أمريكا ستحاول أن تضعف النظام من أجل أن تبتز النظام أكثر في المعرك الجيوسياسية في المنطقة وأن يسحب مثلاً دعمه للمقاومة اللبنانية وأنا ما بستغرب أن النظام من أجل الحفاظ على نفسه أن يقوم بخطوة من هذا النوع وبالتالي قد يجد نفسه خلينا أنهي قد يجد نفسه من الثوار السوريين بنهاية الأمر قد يجدوا أنفسهم أن كل ما فعلوه هو أنهم أضعفوا النظام السوري من أجل أن تستطيع أمريكا أن تبتزوا وبالتالي الانتقاص مما تبقى من دوره الممانع والثوري بالشرق الأوسط وبالتالي تذهب كل دماؤهم لتخدم مشروع خارجي الآن هذا لا يخيفني اللي بدي يشتغل بالسياسة هذا نوع من المخاطر اللي بدك تخذها لأنه بنهاية الأمر هل مطالبهم عادلة؟ مطالبهم عادلة لم يلجأوا إلى السلاح ولا أفهم كيف من الممكن القيام بثورة أكثر من هيك مطالبها واضحة وأساليبها سلمية من أول يوم رفضوا الخطاب الطائفي النظام هو اللي صار يحكي عن فتن طائفية الشباب ما حكوش عن فتن طائفية من أول يوم رفضوا هن استعمال العنف وقالوا سلمية 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 من أول يوم لا أستطيع أن أطالب الشعوب أكثر من هيك طبعا النوايا الحسنة قد تكون تقود إلى التهلكة وتقود إلى تجهنم أطالبهم باليقضى طبعا عليهم أن يقضوا وأنه ممكن مئة ألف جهة تحاول اختطاف الثورة واختطاف مشاريعها وتجهيرها لأداف أخرى لكن يعني زي واحد اللي عم بوك الأتلي بالشارع وبمرأ واحد إزعار بيجي بده يفزع له بغدرش اللي تحت العصة يجي يقوله تفزع ليش لأنك إزعار ولكن رائف يعني نحن كمان عايدة لن نستطيع أن نتجاهل أنه جرى تقسيم دول المنطقة إلى دول معتدلي ودول في محور الشر وسوريا كانت في قلب ما يسمى بمحور الشر وهناك كمان يعني كمان مرة لنتحدث عن عقلية المؤامرة يعني ونحن نفصل ما بين الشعوب التي تتحرك وبين تخطيطات خارجية لن نستطيع أن نفصل أيضا بين أنه في دول في مصالح تريد لهذا النظام أن يسكت ومن ذلك إسرائيل يعني خدوا موقف إسرائيل العايدة هو موقف متحمس لما يجري في سوريا بينما كان مع نظام مبارك على النقيد من هذا الموقف كان هو يؤيد نظام مبارك فإذا واضح أنه يعني رائف تحدث في البداية عن قضية التقاطع العرضي بين المصالح بمعنى مصالح الشعوب ومصالح من يتدخل من الخارج للمحافظة أو لإسقاط أنا أضيف كلمة المحافظة لأن هناك من يتدخل أيضا للحفاظ على النظام وقد يكون في خطة أمريكا ليس إسقاط النظام وإنما ما قالوا دكتور رائف لكن من الواضح أن أمريكا تريد أن تعيد ترتيب أوراقها في المنطقة على ضوء الثورات اللي صارت هي خسرت أنظمة معينة في المنطقة اللي كانت تقدم لها خدمات جليلة يعني وبدأنا نرى التحرك يعني في الفترة الأخيرة وبدأنا نرى يعني أيضا مثلا أمريكا هيلاري كلينتون نحن لا ننسى قامت بزيارة سريعة للقاهرة بعد سقوط النظام وحاولت أيضا أن تعيد ترتيب الأوراق معها لكن الرد جاء بشكل كتير واضح من الثورة من شباب الثورة اللي رفضوا حتى أن يستقبلوها في مدان التحرير ورفضوا أن يجلسوا معها أنا بعتقد أنه اليقظة مطلوبة لكن أيضا حتى لو أن يكون هناك تقاطع يجب الحذر من أن لا يجري التعاون مع من يريد التدخل أو بتحديدا أمريكا وبعض الدول الأوروبية اللي بحاولوا يدخلوا في سوريا تحت يعني باند أنه نريد الحماية لأنه هذا ما حدث في ليبيا نحن لا نريد سيناريو الليبي أن يتكرر في سوريا نحن نريد أن يحدث التغيير ونحن نريد أن يتحرر الشعب السوري من القمع ونحن نريد لكن نريد أيضا أن تبقى سوريا في المحور الوطني وأن تبقى نصيرة للشعوب المنطقة وأن تبقى تدافع عن القضية الفلسطينية وأن تبقى مع المقاومة هذا ما نريده يعني نريد تقرفين لكن بالمقابل لا يمكن أن يأتي هذا عن طريق الاستنجاد لا بأمريكا ولا بالحلف الأمريكي هذا يقودني إلى السؤال الأساسي أيضا هل حقا أمريكا تفاجأت بما يجري من حراك ومن ثورات في المنطقة مثل مفاجأة إسرائيل بالاتفاق الفلسطيني سنجيب على هذا السؤال وأيضا قضية الاتفاق في سين وموقف إسرائيلي منه ولكن بعد الخروج إلى الفاصل أهلا مرة أخرى نعود إلى الحوار الحوار يدور حول ما يجري في العالم العربي وبالذات وتحديدا في سوريا ارتباطا بالثورات وأيضا السؤال المركز هل هناك تدخلات خارجي هل هناك عمليا من يكون برسم مسارات داخل العالم العربي أم أن هذا الحراك هو حراك جاء بالفعل بشكل مفاجئ وقد فاجأ أمريكا رائف هذا السؤال يجب العودة إليه مرة أخرى هل أمريكا بالفعل تفاجأت مما يجري يعني هناك كتاب لا أسمى المحافظون الجدد وهناك عمليا هذا السيناريو الذي يجري في العالم العربي مرسوم غاد مكتوب غاد يعني بشكل متطابق تقريبا بشكل كبير فإذن هناك أيدي أيضا تحرك أيدي طرعة أيدي كذا صحيح أن شعوب بحاجة إلى هذا الحراك لأنها شعوب كانت مقموعة شعوب ضد فيشفية ديمقراطية بلاد اقتصاديا صعب الأوضاع ولكن في نهاية الأمر هناك أيضا من يستفيد من يستغل ليس كنتيجة إنما كحراك أيضا يعني أنا مشادر مثلا أتصور ما هي مصلحة أمريكا مثلا في تغيير النظام في تونس أو في تغيير النظام في مصر اللي كان يسدي إلها لكن موقف الرئيس الأمريكي من أول ساعتين طالب بتنحي الرئيس المبارك إذن هو تدخل لا 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 أكل معه كتير وقت الأمريكان وقفوا وموقف المتفرج شافوا لوين الريح بدها تهب كان متفهم لمطالب المتظاهرين بس تذبذب الموقف الأمريكي والذي حسن بنهاية الأمر إصرار الشعب المصري على خوض الثورة حتى النهاية والأمريكان راهنوا على الثورة بعد ما شافوا إنها الثورة ناجحة بنهاية الأمر فأنا لا أعرف مثلاً شو المصلحة لأمريكا بتغيير النظام المصري اللي هو بحاصر غزة ويسدي الخدمات الجليلة لإسرائيل وأمريكا يعني ما هو مجنون يحكي وعائل يسمع شو المصلحة؟ شو المصلحة بتغيير النظام التونسي؟ أنا بديش يعني أذهب بعيداً وأقول شو المصلحة بتغيير النظام السوري؟ أنا باعتقادي يعني أمريكا بتفضل نظام آخر بسوريا بس لا أعتقد أنها تفضل نظام يصنعه السوريون كما يريدون صنعه اليوم يعني هي تفضل الأسد على النظام المصري الجديد يعني إذا مين أفضل دولة ديمقراطية تستمد شرعيتها من شعبها وبالتالي لا ترضخ لإملاءات أمريكية أنا برأي هذه الدولة أصعب للتعامل ناحية أمريكا من دولة زي نظام حافظ الأسد الذي يتغنى بشعارات مناهضة للإمبريالية ولكن مستعد للوصول معها إلى صفقات وليذهب شعبه إلى الجحيم لأن الشعوب الأنظمة التي لا تستمد شرعيتها من شعوبها تبقى في حالة خوف وتوتر دائم لأنه بتسترجيش تضير ظهرها لشعوبها شو بده يحميها هاي؟ بده تظل متأكدة أنه مرضى عليها دوليا وأمريكيا وبالتالي أمريكا تفضل التعامل مع أنظمة غير منتخبة يعني شوف تركيا هل هي حليف أمريكا 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 من ناحية بحلف الأطلسة بس من ناحية ثانية لأنه فيها عملية انتخابية فيها عملية شفافية فيها عملية تداول سلطة على ألال تركيا فيها أخذوا عطا يعني تركيا ما بتبصم لأمريكا بكل شيء ولكن تركيا الآن في الموضوع السوري حتى هي طرعة مثلا طرعة كل قضية الحركات الإسلامية في العالم العربي في عندها مؤتمرات تقيم لهذه الحركات يعني حتى في هذا الحراك الذي يجري في العالم العربي هناك من يقول أن الحركات الإسلامية والأخوان المسلمين هم راح يسيطروا في نهاية الأمر على العالم العربي هذا الكلام واضح أنه يعني على الأقل من الحراك الشعبي هذا ما كان ملموس على أرض الواقع كان يعني ضمن قوة ضمن مجموعة قوة كانت موجودة في الشارع ولكن هناك من يريد ومن يدفع بهذا الاتجاه إلى القول أن في نهاية الأمر من سيمسك العالم العربي هو الحركات الأصولية يعني أنا بأعتقد في حاجة حتى هنا في لعبي كمان أنا بأعتقد أنه في حاجة نميز بين أمرين بين الميز باللي بيستعمل المد الأصولي كفزاعة حتى يحافظ أو يهدي انتفاضة الشعوب بأنه أرضو بالموجود وإلا ستقعوا تحت سيطرة إسلامية متطرفة أو أصولية متطرفة هذا عادة من إسرائيل هذا إسرائيل وهذا كمان أمريكا في بعض الخطبات يجتم ويجري الحديث عنه وحتى في أوروبا يجري الحديث عنه وطبعا من منطلق أيضا الحملة التي في السنوات الأخيرة حملة الإسلاموفوبيا أو الرهاب من الإسلام لكن بالمقابل والتمييز بين هذا وبين تحليل سياسي يقول بأنه تقريبا في معظم الدول العربية القوة السياسية الكبيرة غير النظام في بعض الدول اللي منظمة وتملك دعنا نقول حراك جماهيري في السنوات الأخيرة للأسف هي في هذه الحالة الكثير من الحالات هي الإخوان المسلمين أو حركات أصولية أخرى اليسار في العالم العربي ما زال مشتت اليسار في العالم العربي ما زال لا يملك قوة حقيقية مع أنه فيه إمكانية لانطلاق جيدة مثلا في تونس وفي مصر في مصر يعني لو خاضت الانتخابات ما بعد الثورة بشكل سريع هناك تخوف حقيقي لأنه بالفعل من عندهم امتداد جماهيري كان في مرحلة معينة وعندهم تنظيم سياسي قوي كانوا الأخوان المسلمين لحد فترة الثورة لكن أنا بعتقد عشان هيك كمان مثلا شباب الثورة وكثير من القوى السياسية في مصر تحاول تأجيل عملية الانتخابات حتى ترتب نفسها لمرحلة قادمة لمرحلة جديدة هناك فيها عملية ديمقراطية فيها عملية احتكام للجعب فيها انتخابات تونس مثلا الموروث الثقافي والسياسي العلماني اللي موجود في تونس من قبل حتى نظام بن علي نظام كان يقمع الناس نظام كان يضطهد الناس نظام مخابراتي لكنه كان علماني مثلا يعني لم يدخل قضية الدولة وحتى بشكل فض وبشكل قمعي أحيانا لكن الاحتكام لهذه المرجعية يعني بتعطي إمكانية للثورة التونسية بأنها تحاول تشكل نفسها بطريقة مختلفة الآن في سوريا أيضا السيناريو يكرر نفسه حالا يعني وانتبه رمزي حتى الأنظمة في بداية ما بدأت تهتز عروشها في كل العالم العربي تحدثت أولا وقبل شيء عن المد الأصولي وعن الارتباط بالقاعدة وعن كذا لكن اتضحت الصورة عندما خرجت الناس إلى الشارع ليس هذا الواقع يعني وأنا أعتقد يجب التمييز ما بين تحليل سياسي يقول أن الواقع اليوم في العالم العربي أن اليسار لم يشكل نفسه ولم يطرح نفسه كقوة مركزية أدفية وكانت مغيب بسطة اليسار ومفتت مفتت ومغيب أحيانا ومغيب نفسه ولكن يعني هذا بكود يا دكتور ريف طيب أوكي طب لون إحنا رايحين يعني شو ممكن نشوف هل ممكن نشوف هناك يعني وقف هاي التبعية اللي كانت موجودة لإسرائيل والولايات المتحدة هل ما يبنى الآن هو النقيد للأنظمة التي كانت يعني شفنا مثلا النظام المصري الجديد المؤقت حاليا طب يعني عمل هذه المصالحة بين حماس وفتح هو يظهر بشكل واضح أنه يعني غير من سياسة اللي كانت على الأيام نظام مبارك ويا سياسة كانت أصلا يعني كما وصفتها إسرائيل كنز تاريخي نظام مبارك كانت كنز استراتيجي تاريخي لإسرائيل هل هناك يعني هذا العنبسير في العالم العربي هل هناك يعني أنت شايف وضعية تانية راح تكون غير اللي كانت في السابق أم أنه هناك عمل سياغات جديدة وما إلى ذلك في الآخر نرجع لنفس الموضوع ولكن في قوالب جديدة يعني طبعا إحنا لا أستطيع أن أقول لا زلنا في صلب الحدث إحنا لا نزال في بداية الحدث وبالتالي من الصعب التكهن بصورة نهائية للحدث وتداعياته لأنه لا تكتمل الصورة إلا بأثر رجعي لكن مما لا شك فيه أنه نحن أمام حدث جلل بكل معنى الكلمة حدث تاريخي مش دائما لوحد يستعمل مصطلحات من هالشكل حدث تاريخي بمعنى أن العربي انتصر لذاته ولا كرامته ولا حريته وبهذا المعنى حدث هناك شيء بالسيكولوجية العربية المعاصرة وتجاوزت حاجز الخوف واقتنعت أن بقدرة العرب الظهور مجددا على مصرح التاريخ وأن يأخذوا مصيرهم بيدهم الآن كيف ستقول الثورة في كل بلد وبلد من المبكر التنبؤ ولكن هناك بعض الإشارات المشجعة في مصر التي تثير الإعجاب حتى أنا برأي مصر قدمت للعالم وليس فقط للعالم العربي درس في السياسة والأخلاق والجمال حتى في تونس الأمور بشجعة في ليبيا تذهب إلى منحة آخر في سوريا حدث شيء أنا برأي هل ستنتصر الثورة هل ستذهب إلى الأمام أم سيجري اغتيالها أم سيجري اختطافها كل الإمكانيات واردة في مصر وفي تونس الجيش لعب دور هام بأنه لم يكن مستعدا أن يجير من قبل النظام لقمع انتفاضة الشعب في سوريا هذا لم يحدث حتى الآن لكنه قد يحدث وقد يحصل انشقاق في داخل الجيش لكن انشقاق في داخل الجيش هذا أمر مخيف لأنه قد يعني الاستمرار في حرب أهلية نرجو أن لا نصل لذلك لكن ما حدث حتى الآن هو أيضا بالشيء الكبير بمعنى أن العودة إلى الوراء أصبحت صعبة الآن هذا مخاض قد يطول لفترة طويلة لكن أصبح هناك مناخ عربي جديد بمعنى لما في عندك مصر وتونس حتى مصر وتونس لحالهم لما بدي اجتمعوا بالجامعة الدول العربية في هناك موسيقى ولهجة مختلفة آمل اليمن أن تنتهي بنهاي سعيدة هي اليمن السعيدة لكن لحد إسا تعيس جدا فإذا خلق مناخ عربي جديد هذا معني حراك عربي جديد ومزاج عربي جديد ولغة عربية جديدة هذا الأمر قد يطول لكننا نحن أمام باعتقادي حدث جلل وكبير جدا وسيأخذ وقت طويل للتعود على هذه الحالة والآن هذه الحالة نحن هنا في الداخل كفلسطينيين عموما لكن كفلسطينيين هذا حدث نحن لا نجلس فقط في الظل هذا الحدث هو معطى هو هبة والسؤال كيف أنت بدك تستثمره فجأة أنا باعتقادي يجب أن ننفتح على كل ما كتب في العالم العربي في الأربعين سنة الأخيرات هذا الغليان لابد أنه كان فيه هناك ناس اللي أدموا تضحيات وكتبوا كتابات اللي اختمر هذا في الأربعين سنة مدامنا مش شايفين الطفرة ما كناش مهتمين الآن فيش عنا مبرر ألا ننظر بعمق ونتفاعل مع هذا البعد والأفق العربي وإذا فيه شيء ساوت هذه الثورات أبعدت أو وسعت أفقنا الزماني بحيث نستطيع الآن أن ننظر إلى ماءة عام وأوسعت أفقنا الجغرافي لنشعر بأننا جزء من محيط عربي أوكي أنا معك أنا معك أن ننظر بعمق ولكن عايدة كمان هناك من يقول كمان ننظر للصورة بشكل متكامل مش لمقطع من الصورة أنه ما يجر بالذات في ليبيا مثلا من حالة فوضى كامل سوريا عدم الاستقرار الموجود وهذا له مترتبات أخرى على دعم حزب الله وما إلى ذلك القضية الإيرانية والتخطيطات الإسرائيلية للتعامل مع إيران في المنطقة والتعامل مع سوريا في المنطقة إذن هو يؤمن أيضا هذه حالة الفوضى الموجودة تؤمن استقرار للوضعية مثلا إسرائيل فيها تكون مرتاحة حاليا هذا الشعوب اليوم ملت هي أنظمة ضعيفة ولكن هناك صدام داخلي لماذا إسرائيل حدث كانت ترجف؟ بالضبط هذا اللي أنا بالفعل أنا بعرض بعض التساولات اللي هي موجودة بالشارع أين كان لها مجابهة حقيقية إسرائيل فيما يتعلق في قضيتها واستمرار احتلالها؟ ولكن النظام السوري سأكونوا واضحين لا أدافع عن أحد هنا ولكن النظام السوري واضح أنه كان في حالة التواصل مثلا مع حزب الله في حالة دعم لحزب الله واضح شو وضعية حزب الله مع إسرائيل في قضية التعامل مع النظام الإيراني طب يعني كان في شيء مش إنه لا يعني ما كانوا ماشي في محور نظام مبارك وما إلى ذلك واضح أنه ما كانش ماشي في هداك المحور وواضح أنه كان في ارتباطات أولا الارتباطات أنا أعتقد يعني إيران وحزب الله بغض النظر الوضعية في سوريا لم تحسم حتى الآن إذا كانت إسرائيل مريح لإلها فلماذا كانت مسرورة لها الدرجة على ما يحدث في سوريا أنا أعتقد أنه يعني الوضع مش واضح تماما كيف ستستقر عليه الأمور لكن إذا كان هذا التغيير وهذا المد الذي حصل في العالم العربي قد أنتج لنا واقع جديد قطفنا ثماره بالأمس بالاتفاقية بين فتح وحماس فيا مرحبا بهك واقع جديد أنا أعتقد هذا الذي يثير حفيظات إسرائيل أكثر بكثير من الموقف المعلن السوري صحيح هذا الموضوع كمان الاتفاق والموقف الإسرائيلي منه كمان ضمن التطورات الحاصلة في المنطقة وتأثير هذا الحراك الشعبي للحقيقة سنيجي عليه كمان ولكن بعد الخروج إلى الفاصل مرة أخرى عدنا مجددا إلى الحوار الحوار يدور حول الثورات في العالم العربي ونحن نسأل السؤال أساسي هنا هل هناك تدخلات أجنبية فيما يجري هل هناك محاولة لتأثير أجنبي على مصار ما يجري في العالم العربي دكتور رائف قلنا أنه بعد الفاصل سنأتي على قضية الاتفاق الفلسطيني بين فتح وحماس وموقف إسرائيل منه وما إلى ذلك وأيضا تأثيرات ما يجري في المنطقة على إبرام مثل هذا الاتفاق ولكن قبل ما أجي على هذا الموضوع أنت قلت لي بخلال الفاصل أنه أنت ما بتخاف من تدخل أجنبي في العالم العربي كيف يعني 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 خلينا أقول أنا لا أرتعب مش أني ما بخاف أنا يقلقني التدخل بس جملتين أولا أديش تدخل ومش أديش تدخل فلنترك برضو الأصحاب الشأن يعني لما بيجي معتقلين رأي في سوريا بطالموا الأمم المتحدة مثلا ألا تستقبل الرئيس السوري حتى يفرج عن الأسرة السياسيين هل هذا ضرب من التدخل؟ طبعا ضرب من التدخل هل تدخل من هيك مطلوب؟ طبعا تدخل من زي هيك مطلوب الآن أنا أتحدث عن تدخل أكثر خلينا نقول من دول غربية لها مطامع في المنطقة أنا لا أتخوهم مش بعمل بمعنى أنه ما بفرق معي طبعا بفرق معي بس الشعب الذي بهذه البسالة يخرج إلى الشارع ليدافع عن حريته أمام الطغم المستبدي الحاكم في سوريا سيستطيع أيضا أن يتدبر مع كل تدخل أجنبي وبالتالي أنا مش إني مش خايف بمعنى أنه لا يقلقني هذا النوع من التدخل أنا ثقة كبيرة بأن الشعوب التي ستستمرئ طعم الحرية لن تقبل أبدا بعد بأن يحكمها أجنبي إذا لم تقبل أن يحكمها عربي وإبن طائفتها وإبن شعبها وبالتالي أنا ثقة كبيرة بالشعوب أنها تستطيع أن تنتصر لحريتها وكرمتها وكما أن حاكمها لم يستطع أن يحكمها ويستبد فيها فالأجنبي لن يستطيع أيضا أن يحكمها هذا لا يعني أن لا يتكون يقضى طبعا أن تكون يقضى وتكون حذر وواضح أنه للغرب فيه يعني كل الكلام مزبوط لكن أنا أعتقد أنه بوافق معك جزئيا دكتور رائف لأنه في الحقيقة أنه التاريخ أثبت صحيح أن الشعوب في النهاية إذا هبت ستنتصر وصحيح أنه الشعوب لن تقبل بأن تحكم لكن التدخل الأجنبي الفضل والاحتلال الأمريكي للعراق تحت مسميات إحضار الديمقراطية والتخلص من نظام صدام أرجع العراق أربعين وخمسين سنة إلى الوراء دمر البنية التحتية العراقية قسم العراق إلى طوائف وإلى ملل وإلى قبائل العراق غزو يا عمي العراق غزو لكن كان أيضا هناك ناس داخل العراق التي ادعت أنه دون أن يتدخل في فترة التحضير للحرب أيدت الغزو الأمريكي وكانت هناك قوى عربية أيدت الغزو الأمريكي تحت أسم بأنه لا يمكن التخلص من صدام وأن يبدأ العراق يمارس حريته إلا إذا حدث هذا التدخل لا يوجد حدر يوم يتحدث عن تدخل أجنبي ليبيا دكتور رعف هل تعتقد بأنه ثورة الليبيين أقوى كانت في بداياتها أم اليوم بعد ما تدخل الحلف الأطلسي وتدخلت أمريكا وتقصف أيضا الثوار وأيضا القذافي يعني تقصف بكل الاتجاعة هنا خلق حالة فوضى عامة يعني وهو يطيل أمد هذا النظام أو هذا الصراع الداخلي يعني حلف الأطلسي عندما يتدخل يستطيع أن مثلا إذا بده يقضي على النظام القذافي خلال جمعتين ثلاثة يستطيع ذلك فشوفوا ليش اللي عم بصير كانت هناك تحليلات عسكرية ما الذي يؤخر بهذا الشكل إذا هناك من هو المعني بحالة فوضى أو يمكن كمان رضي على دول تانية كمان لشعوب أخرى أنه شوفوا شروط يحصل عندكم بسيك في حالة أنه معنية يحافظوا على طرفين متقاتلين متوازيين القوة حتى يكونوا الطرفين بحاجة إلى المتدخل الأجنبي عشان هو بالآخر يفرض شروط تدخله إذا عدنا إلى أن هناك تدخلات يبدو أنه أيضا المصالح النفطية في ليبيا تستدعي تدخل مختلف عن مصالح سياسية في سوريا أيضا يعني يجب أن نأخذ هذا بعين الاعتبار صحيح هو بالدين الحياة على الأرض ليست مهمة بس مهمة الجنة وبالفكر الماركسي الآن ليس مهم المهم بعدين بكرة الغد دائما أفضل وفيه حديث عن الحاضر استعلاقي من أجل تمجيد المستقبل وبالتالي فلنضحي ببعض الحاضر من أجل غد أفضل وهذا انتقل بالعدوى من هذا التفكير الغائي اللي بتطلع على الغايات للفكر القومي أنه أهم شيء إسا نحرر بعدين نشوف حالنا وهذا الفكر النسوي برضو وكان يعني كثير عانى من هذه المواضيع أنه أهم شيء إسا نتحرر قوميا بعدين نشوف وضعية النساء من إيش عن السؤال ما هو التحرر لا أنه القضية النسوية أجل أدائما أنا إذا بدي إسا بدي فصل مديح في الحاضر يعني مهم الحاضر مهم يعني الحديث أنه أهم إشيء إسا نتحرر من الكولونيالزم بعدين نشوف أمورنا أنا برأي بدي أفكر كيف الطريقة اللي بتتحرر من الكولونيالزم دفعنا مليون شهيد في الجزائر وبالآخر وصلنا لعملية أنه نقتل بعض بالشوارع وتعودنا واستمرأنا عمليات الإغتيال عشان هيك الأهداف مهمة الأدوات أيضا مهمة هذا اللي بدأقوله التأمل في الأدوات وفي الحاضر هو مهم شو بس المستقبل مهم الحاضر مهم هذا عمليا اللي حاولت التصور المصرية أن تقدم نموذج مختلف فيه يعني حاولت أن تخلق واقع مختلف داخل مدان التحرير يشابه الحلم اللي بتحاول تسعى لإلغة وهو ليس فقط النظام عايدة أنت ودتيني أسعى لسؤال آخر اللي كنت بدي أسأله وهو أنه كل هذا الثورات اللي عم بتصير في العالم العربي هل حقا أنه أربكت إسرائيل يعني في بعض الأحيان أنت بتشاهدين أن إسرائيل تتصرف كأنها مرتبكة أولا هي تفاجأت لم تتوقع كل الاستشراك الإسرائيلي لم يتوقع ما يجري في العالم العربي وفي نفس الوقت يعني التحاول إسرائيل أنت تدخل أيضا يعني خذي بقضية الاتفاق الفلسطيني اللي كلنا نحكي عنه يعني إسرائيل يعني تتصرف الآن كأنها لم تقرأ المنطقة من جديد بعدها في العهد الكديم هناك متغيرات هناك في شعوب هناك في مصالح شعوب هناك في رأي عام عربي اليوم فاعل وناشط إذن إسرائيل بعدها تتعامل في العقلية الكديمة يعني أنا أعتقد أول شيء أنه هذا جزء من كشف النقاب على هاي الفكرة الغيبية اللي عندنا أنه إسرائيل قادر على كل شيء وفاهم كل شيء وبتعرف تحلل كل شيء جزء من الموضوع والشقة الثانية من الموضوع يعني أنت بسدكة مثلا إسرائيل شو قالت أنها تفاجأت في أنه مصارحة بين فتح وحماس يعني ممكن هذا الموساد قد تكون غير متفاجئة قد تكون يعني ممكن جدا أنه الموساد الإسرائيلي كان متتبع ما يجري قد تكون بنت على أنه كعادتنا كل مرة في اللحظة الأخيرة نفجر الاتفاقية ويعني أنا آمل ويدي على قلبي بأنه للأسبوع القادم نبقى في نفس الاتجاه ونأمل يعني أنه التوقيع النهائي بكل الفصائل لشعبنا الفلسطيني يتم في الأسبوع القادم وفرحة الناس ما تكون شباء يعني وإرباك إسرائيل يزيد لكن بالمقابل نحن ننسى أنه إسرائيل مثلنا يعني نحن نحاول منذ ساعة أن نفسر الوضع ونحن نقول أنه وازلنا داخل الحدث يعني الواقع لم يخلق بعد بصيغته النهائية هناك يعني تحركات ما زالت غير واضحة للكثيرين يعني حتى ناس من داخل الشعب المصري من ناشطين سياسيين ما توقعوا هذا الانفجار الهائل الذي حدث يعني كان فيه تراكمات في السنوات الأخيرة كان فيه وضوح أنه هناك تحركات في الشارع المصري كان بدايات إضربات كان فيه احتجاجات من قضاء ومحامين وعمال عمال المحلة خرجوا وتظاهروا وقمعوا وأطلق عليهن النار كان فيه تظاهرات هنا وهناك الصحفيين لكن لم يغطر ببال أحد بأن التراكمات ستحصل بهذه السرعة وأن الانفجار سيتم بهذه الطريقة طيب رائف يعني بدأ أرجع للسؤال هل الحق أن إسرائيل مرتبكة الآن في تعاملها مع ما يجري يعني لأنها لا تملك مخطط أيضا أنا أعتقد أنها مرتبكة مرتبكة وشو سيأثر عليها هذه مرتبكة تماما وأنا لا أتحدث فقط عن الاتفاق المصالحة السؤال الأكبر هي مرتبكة تماما لأن النظرية ديش أقول الأمنية الفهم الوجود الإسرائيلي وفهمها لذاتها في منطقة الشرق الأوسط يقوم على استعداء شعوب الشرق الأوسط وعدم اندماجها بالمنطقة وتبرر ذلك بنظريات استعلائية كونها بواحدة الديمقراطية الوحيدة بالشرق الأوسط وإلى آخره من الكلام الاستشراعي والارتباط مع أنظمة الدكتاتوريات في العالم العربي وهذا كمان سقط الآن الآن لا يوجد هناك أنا باعتقد هناك أزمة إسرائيلية والنخب الإسرائيلية ليس بيسارها أو بيمينها المؤسس هي تاع أنها بأزمة على المدى البعيد هي بأزمة وجودية بأي معنى لا تستطيع أن تصدر لشعبها فنتازيا يعني لا يوجد حلم الآن تستطيع أن تبيع لشعبها ما هو حلمها؟ لنظر تحول الشعاء الشرق الأوسط إلى منطقة حرة وديمقراطية وانتشلة اقتصاد إيش بدها إسرائيل؟ بدها تعيش إيش؟ بهارموني مع هذا الشرق الأوسط؟ هل تريد أن تشعر أنها الجزء من هذا الشرق الأوسط؟ عاشت على العداء حتى الآن بالضبط عاشت على العداء والإنكماش إزاء الشرق الأوسط والاستعلاء وحالة الحرب هذه اللغة التي تفهمها إسرائيل إذا جرى ديمقراطة الشرق الأوسط وانتعاشت الشعوب وانتعاشت شعوب بالشرق الأوسط ما هي الفلسفة إسرائيل؟ ما هي أفقها؟ ما هي رغبتها؟ كيف تريد أن تعيش مع هذا الشرق؟ لا يوجد جواب على هذا السؤال هذا السؤال كان من السهل عدم التعامل معه مدام الشرق الأوسط هو الشرق الأوسط القديم لكن الآن أصبح السؤال على الطاولة وإسرائيل أعتقد حتى الآن لم تكن جاهزة للتعامل مع هذا السؤال لا يوجد جواب ولا يوجد فانتازيا الآن كيف يتعاملون مع هذا الشرق يعني طيب يعني عيدة يعني كيف أنت بشوف كمان التوجهات الإسرائيلية نحو ما يجري هناك كمان محاولة إسرائيلية وليس فقط يعني أمريكية أو غربي إسرائيلية حتى للتدخل يعني هناك من يقول أنه إسرائيل تدخلت في ليبيا أيضا في القضية الليبية يعني إسرائيل لا تكف متفرجة أو خلينا نقول أنه مش الأد هي مرتبكة ويعني السؤال كمان أنه ليش إسرائيل عم بتحاولها تظهر نفسها أنه مرتبكة في بعض الأحيان تفاجأت في بعض الأحيان يعني كمان مرة قضية الاتفاق موقف إسرائيل بشكل واضح كان ضد هذا الاتفاق الفلسطيني وهنا تدخلت بشكل مباشر وفي نفس الوقت بتقول لك أنا تفاجأت هل ممكن بالفعل أن إسرائيل تفاجأت من اتفاق من هذا النوع يعني أنا بعتقد أنه ممكن جدا أنه تكون تفاجأت لأنه أنا بعتقد أنه أيضا التغيير في موقف حماس وفي موقف فتحك جاء أيضا سريع يعني هذا الاتفاق بحذفيره بنقاطه هو الاتفاق الذي كان تقريبا قارب التوقيع عليه قبل عام قبل عام نفس البنود نفس الاتفاقية تقريبا وقع عليها الأطراف وفي اللحظة الأخيرة تفجر الموضوع يعني إسرائيل عمليا من هذا الاتفاق تخشى أن يكونك وحدة فلسطينية داخلية وهي تكون ذلك وهي تعرف أنه عندما سيدهب الفلسطيني إلى الأمم المتحدة لإكرار الاعتراف بالدول الفلسطينية هي تقول ذلك إسرائيل تخشى هذا الأمر يعني أنه العالم كله الحجة عند إسرائيل كانت أنه الفلسطينيين نفسهم في دولتين عمليا في غزة وفي رام الله بعيدة وليسنة هنا هذه الحجة أيضا سقطت هذه الذريعة الإسرائيلية سقطت هنا لا يعني وأيضا الاقتتال الداخلي استنهك الكثير من القوات وجعل عند الشعب الفلسطيني خيبة أمل كبيري وعدم توقع من القيادات وهذا يعيد للشعب الفلسطيني الأمل بالفعل في أنه في إمكانية أن يتحقق لكن ما ننسى الطرف المصري في معادلة الاتفاق في الماضي كان المنفذ لا استمرار الوضع كما هو أعتقد بشكل كبير جدا التدخل المصري في قضية الاتفاق الفلسطيني وعادة اللحم الفلسطيني وكان هناك واضح أن أمريكا لا تريد لهذا الاتفاق أن يتم وإسرائيل لا تريد لهذا الاتفاق أن يتم اليوم تغير اللاعب المصري ونحن بدأنا نرى أنا أعتقد أن هناك أيضا رغبة حقيقية لدى هذه الحكومة وهذا ما تحدثنا عنه سابقا فإن التحرر هو ليس فقط تحرر من نظام وإنما تحرر من منظومة قيمية سياسية سائدة وليس فقط من إنبارك وإنما العمل والتحرك والموقف السياسي المختلف وأنا أعتقد أن هذا ساهم في هذه العملية جزء من الإرباك الإسرائيلي أنها أيضا لا تملك طريقة للتدخل دكتور رائف هل نحن سنشهد قريبا تحرك عربي آخر ولا هناك من يقول أيضا دعنا نكون صارحين وواضحين أن وزير خارجي المصري أعلن أنه سيزور إسرائيل في الوقت القريب للتبحث في إمكانيات حل القضية الفلسطينية وفي نفس الوقت إسرائيل لا أريد أن أتعامل مع الفلسطيني إذا يكون في حكومة وحدة وطنية وحكومة من حماس ومثالك إسرائيل نفسها كيف تتعامل مع هذه الموضعية أنت ماذا ترى؟ ستتهرب من مستحقات دفع مني ومصر أعلن أنها ستدعو لمؤتمر دولي يعني على المدى البعيد إسرائيل يجب أن تكون على المدى البعيد الاستراتيجي إذا كانت وجهة إسرائيل إلى حل وسط تاريخي حقيقة مع الشعب الفلسطيني يجب أن تكون سعيدة بحصول هذا الاتفاق لأنها إذا توصلت إلى اتفاق تصل الاتفاق مع كل الشعب الفلسطيني بنهاية الأمر هي بدها تصل لاتفاق الذي ثاني يوم يفرد هذا إذا كانت جادة في هذا المسعى أما إذا أرادت التملص من التزاماتها ومجرد المناورة فهي بالتالي تعارض الاتفاق الآن هل إسرائيل تريد حل وسط تاريخي أم لا؟ هذا سؤال صعب ولا أعتقد أنه يمكن حسمه بهذه السهولة أنها لا تريد هي تريد وليس تريد هي تريد ولا تريد بمعنى هي تريد حل وسط تاريخي لكن دون الرجوع إلى التاريخ وتريد حل جذري دون العودة إلى الجذور وتريد إغلاق الملف التاريخي قبل فتحه يعني بدها يتسكر ملف الثمانية وأربعين بس بدهاش تفتحه وبدها أن العرب يعترفه بحقوقها التاريخية بس هي بدهاش أن نفتح ملف التاريخ وبالتالي فيه عند إسرائيل حالة عصابية اللي من ناحية هي تتوق إلى أن تصل لحل بس بدهاش تدفع مستحقات هذا الحل وبالتالي الارتباك أنا بأعتقد أنه الارتباك حاصل بمعنى أنا متأكد أن هناك نخب بداخل حتى المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية التي تقول يا عمي إذا نحن وجهتنا إلى لأي حل وسط 67 مع تغييرات بدون تغييرات أفضلنا نصلوا مع فتح ومع حماس وأنا بأعتقد فيه بدون شك أصوات من هالشكل وبدون شك توجد كذلك أصوات اللي بتقول لا يمكن الوصول إلى أي حل في الشرق الأوسط ومصير هذه الدولة أن تعيش على البندقية من وراء جدار حديدي لكن أي فنتازي هاي أي نوع حلم بعد 60 سنة إذا كانت الدولة تعتقد أنها ستعيش وراء البندقية إلى الأبد أي نوع حلم هذا يعني ما إحنا كلنا لأن وصلنا لنهاية البرنامج عمليا أن أصوات لا تريد أن تقرأ التطورات في العالم العربي والحراك الشعبي هذا لا تريد أن تقرأ هذه التطورات وهي ما زالت على سياستها القديمة ولكن السؤال الأخير ولكن باختصار ومشان الوقت أنه كيف إسرائيل ستتعامل مع القضية الفلسطينية في المرحلة القادمة ارتباطا بهاية الثورات هذه الثورات في الآخر إلها تأثيراتها وإلها إنعكاساتها أيضا على الموقف العالمي يعني الموقف العالمي إلو مصالح في المنطقة لا يستطيع أن يتجهل كل هذه الشعوب ويبقى منحازا بشكل مطلق إلى جانب إسرائيل هل هناك إمكانية من هذا النوع؟ يعني أنا أعتقد أنه أولا إسرائيل أو الحكومة الإسرائيلية يجب أن تحلف مع نفسها هذا الإرباك الذي تحدثنا عنه من البداية الإرباك في أنه هل هي مستعدة لدفع ثمن مقابل حل طيب ولكن هل هناك دور عالمي في المنطقة؟ أنا أعتقد أنه الضغط الدبلوماسي الفلسطيني والاتفاق سيؤدي إلى وضعية بتذايد الضغط الدولي على إسرائيل عندما تصل إلى سبتمبر أو إلى أيلول إلى طلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية أنا أعتقد أنه هذا سيجر إلى يعني لا أتوقع بأنه سيدع حكومة نتنياهو تركض إلى عقد اتفاقية قبل الوصول إلى سبتمبر لكنه سيدعف وضعية هذه الحكومة وممكن جدا أن يؤدي في نهاية العام إلى انتخابات طيب يعني عمليا وصلنا إلى نهاية البرنامج نشكر حضوركما دكتور أفزريك المحاضر الأكاديمي والكاتب وعيدة تومة رئيس التحرير صحيفة الاتحاد الحفوية عزائي المشاهدين لنا لقاء آخر وفي نفس الموعد من برنامجكم نظرا من الداخل في الأسبوع القادم إلى أن نلتقي مني رمز حكيم ومنتاكم البرنامج كل تحية وإلى لقاء اشتركوا في القناة موسيقى